اشتركوا في القناة بطريقة كبيرة ياسر وثم ياسر حسابات قاعدين ينضافوا لها وياسر اعضاء قاعدين يدغلوا فيها تقريبا كل يوم يدغلوا الالاف والالاف للمنصة هذه وحسب النجاحات اللي قاعدة تحقق فيها المنصة هذه ثم فرصة كبيرة باش تكون هي البديل متاع اليوتيوب في السنوات القادمة لذلك اصدقائي المزال ما عملش حساب في منصة التكتوك يعمل حساب في منصة التكتوك لان منصة التكتوك تنجم زادة تربحكم الاموال على الربح على بعض الدول وبعض الدول الاخرين مش يفعل عليهم ميزة الربح بدأت كتجربة في الدول الغربية والأوروبية والهند أيضا لكن المشرفين على منصة التكتوك وعدوا انه في سنة 2022 سيتم تحقيق ميزة الربح على كامل دول العالم او على اغلبية دول العالم لذلك اصدقائي من المستحسن انكم تفتحوا حسابات في التكتوك وتنتظروا لين يفعلوا ميزة الربح في البلدان متاعكم وتنجم زادة تربحوا منها وهكا تعملوا حسابات بطريقة صحيحة وتكبروا الحسابات متاعكم وتخلوا الحسابات متاعكم نشطة وبإذن الله وقت لفعلوا ميزة الربح تلقوا رواعكم حاضرين وتلقوا الحسابات متاعكم حاضرة باش يتفعل عليها ميزة الربح كما تشوفوا فيها أنا عندي حساب على التكتوك لكن الحساب متاعي مش كبير صحيح منيش قاعد نخدم ياسر على التكتوك لكن قاعد نعمل في أبحاث كيفاش النجم اتطور الحساب متاعي وبإذن الله كما عودناكم في القناة اي معلومة تنجموا تفيدكم ولا اي معلومة تنجم اتربحكم الاموال عبر الانترنت لنا اصدقائي نشرحوها معاكم ونقدموهاكم في قناة احنا كما قلنا نعطوكم الادات او الطريقة وانتم طوروا في الادات وفي الطريقة وان شاء الله بإذن الله تربحوا منها شفت الكثير من الاصدقاء فتحين حسابات على التيك توك لكن توجد بعض الاخطاء اللي قاعدين يقوموا بها الكثير من الاصدقاء زادة والحساب الاحترافي او الحساب برو وانت صديقي متنجم تربح كان من الحساب الاحترافي لذلك اصدقائي قررنا اليوم باش نسجلوكم الحلقة هذية ونفسروكم الفرق بين الحساب العادي والحساب الاحترافي ونشرحو لكم زادة كيفية فتح حساب التيك توك بطريقة احترافية وايضا اللي عندهم حسابات في التيك توك كيفاش نجموا يغيروها الى حسابات احترافية يقدروا يربحوا منها في المستقبل ان شاء الله حاجة اخرى اصدقائي اللي حسابات التيك توك تنجم تربح منها حتى واذا كان مزة الربح مش مفعلة وان شاء الله غضايا مش نشرحوه في حلقات قادمة كيفاش بالضبط باذن الله مش نعملو لكم قسم مختص بالتيك توك او بمنصة التيك توك على قناتنا واللي مهتم بالمنصة هذية يمشي يعمل اشتراك في القناة متاعنا ويفعل زر الجرس على خاطر ثم ياسر فيديوهات مش نقدمها على المنصة هذية وان شاء الله باذن الله المعلومات في الفيديوهات هذية مش تكون تفيدكم باذن الله ومش تاخدوها من عنا ومن قناة متاعنا بالمجان لذلك ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وطوى اصدقائي نمشو للشرح كما قادين تشوفوا الهنا الحساب متاعي احترافي وكان تزيد الثبت ولهنا تشوفوا اللي ثم رابط متاع القناة متاعي كما تنجموا تحطوا زادة ما عندكم مش قنوات تحطوا رابط متاع الانستجرام ومتاعكم حتى كان ما عندكم زادة مش مشكلة تنجموا تبدلوا حسابكم الى حساب احترافي كما مش نوروكم في الحلقة هذية ان شاء الله طوى مش نوروكم الحساب العادي انا قمت بفتح حساب اخر ومش نوروكم الحساب العادي كما تشوفوا هذا الحساب افتحتوا اليوم وتشوفوا فيه اللي هو حساب عادي ما فيه حتى شيء الحساب هذية انا من نرجمش نربح منه الا من بدله الى حساب برو ومش نوروكم زادة الطريقة كيفاش بالضبط اولا اصدقائي يجب أن تفتح حساب تيك توك يجب أن يكون لديك جيميل خاص به لذلك انا افتحت جيميل اخر لكي نريكم طريقة كيفية تفتح حساب تيك توك اللي هي ليس طريقة صعبة الناس يتعرفها لكن في طور الحلقة نمشي للجيميل الجديد ونحطو تيك توك ونبحثوه على المنصة وكا اصدقائي نتحولو الى منصة التيك توك باش نفتحو حساب في منصة التيك توك نمشوه الى هنا من فوق ونعملو تسجيل الدخول تولي تخرجنا الصفحة هذي كما قاعدين تشوفو تحب تعمل حساب اما باليميل متاعك ورقم الهاتف او بالفيسبوك او بحساب جيميل او بالتويتر الى غير ذلك انا مثلا مش نفتح الحساب بالكون جيميل متاعي الوقت اللي تفتح الحساب متاعك صديقي هو مش يطلع الاسم اللي موجود في الجيميل متاعك ومن بعد انت تنجم تغيره نضغطو على حساب الجيميل وهي كما تشوفو انا عندي الحساب الجيميل متاعي هذا واذا كان عنكم حساب جيميل اخرى مش تخرجي لكم زادة لهنا لكن انا مش نفتح لهنا بالحساب هذي اللي هو مش نشرح عليه الحلقة متاعنا اليوم نضغط عليه وكما تشوفو اصدقائي انا تحولت للحساب متاعي في التيك توك لهنا كانت تحب تشوف الصفحة الشخصية متاعك ولهنا الاعدادات نضغطو على الاعدادات ولهناها ثم حذف الحساب والخصوصية والاكتشاف فدفعة الاحضارات الى غير ذلك طوى اصدقائي باش نبدلو الحساب هذي الى حساب احترافي ابقىوا معايا يا اصدقائي رجعوا الله قم بцо هذا الهاتف متاعي اصدقائي جيميل وقم كلyan تشوفو است zombies من تحب الملوف الشخصي ويخرج لك الملف متاعك الشخصية أو الصفحة الشخصية متاعك دعونا نمشوه من فوق للعلامة هذه من فوق على اللي صار بكل نضغطوا عليها وتشوفوا من تحت اللي ثم أدوات المبدعين وإلا الأعدادات والخصوصية نمشوه أحنا إلى الأعدادات والخصوصية نضغطوا عليها وكما تشوفوا نتحاولوا أصدقائي للصفحة هذه الحساب وإدارة الحساب والخصوصية والأمان والرصيد إلى غير ذلك نمشوه إلى إدارة الحساب نضغطوا عليها في الصفحة هذه أصدقائي تشوفوا أني لدينا معلومات الحساب رقم الهاتف البريد الإلكتروني كلمة السر التحكم في الحساب والتبديل إلى حساب تجاري وحضف الحساب نمشوه إلى التبديل إلى حساب تجاري نضغطوا عليها نضغطوا أصدقائي على سويفون هذه بالأحمر ونمشوه للصفحة المبعد طوى هنا يقول لك شوزي عن كاتيجوري معناتها اختر الفئة اللي مش تعمل فيها انت مش تكون كحساب احترافي أو منشأ محتوى إلى غير ذلك فنان ماذا ستقوم لأنك ستقوم بحساب تجاري معناتها عندك حاجة قاعد تستعمل فيها اللي هي منها الفنون والحرف السيارات والنقل أطفال رضع الجمال الملابس والإكسسوارات التعليم والتدريب أجهزة إلكترونية، المالية والاستثمار، التعام والمشروبات، لعب، ولعب يعني الجايمينغ، الصحة والسلامة، إذا كان انت تخدم في الصحة والسلامة، المنزل، الأثاث، الأجهزة، آلات، أدوات، الأعلام والترفيه، ودونة شخصية، حيوانات أليفة، الخدمات الاحترافية، الإدارة العامة، العقارات، متاعم، التسويق والبيع بالتجزئة، البرامج والتطبيقات، الرياضة واللياقة، والأنشطة الخارجية، السفر والسياحة وأخرى إذا كان انتم أصدقائي ملقتوش حتى حاجة مش تخدموا بها الحساب التجاري متاعكم، ومش تعملوا بها الحساب الاحترافي متاعكم، تنجموا تعملوا أخرى وإذا كان انتم مش تخدموا في قسم من الأقسام الموجودة هنا، تضعونا علامة على القسم الذي ستعملون به، مثلا التسوق هكذا أو هكذا إلى غير ذلك، أنا سأقوم بأخرى عليها أخرى لنجعل التكتوك هو اللي يضع لي الفئة اللي أنا نخدم فيها من الفيديوهات ومن المحتوى اللي قاعد أنا نهبط فيها على التكتوك نعمل أخرى، بعد سويمو هنا يقول لك مرحبا بكافي حساب التجاري الخاص بك يعني لهنا أنك سجلت في حساب تجاري هنا تحب تعديل الملف الشخصي أو تخطى ندخل أنا إلى تعديل الملف الشخصي هناك كما تشوفه ثم نظرة عنك الاسم اسم المستخدم وثم الرابط متاع الصفحة متاعك وثم السيراء الذاتية أذف سيراء ذاتية يجبك تعمل وصف صغير عليك أنت كي تحطي الوصف هدايا في الصفحة متاعك ملفوق مثلا أنا عندي قناة على اليوتيوب نعمل منشأ محتوى على اليوتيوب إنتم أصدقائي تنجموا تعملوا أي وصف خاص بكم حسب الفئة اللي تخدموا فيها ولا حسب الوعدة ما أنا أعطيتكم مثلا أنا مش مش نعمل الطريقة بما أني أنا منشأ محتوى على اليوتيوب حتيت أني منشأ محتوى على اليوتيوب تنجم أنت تكون اخترت فئة أخرى تكتب الوصف متاعك حسب الفئة متاعك من بعد كتابة الوصف أصدقائي تمشوا وتعملوا حفظ وهكا تشوفوا اللي تحفظت معاكم من بعد أصدقائي نجو لنا من التحت ليجتماعي وكما قلنا أصدقائي إذا كان ما عندكم مش قناة يوتيوب أكيد روح عندكم الانستجرام إذا كان ما عندكم مش الانستجرام زادة متضيفوا حد شي مش مشكل لكن هذا من مستحسن أنكم تضيفوه باش المتابعين متاعكم على صفحة التيكتوك ينجم زادة يدخلوا إلى صفحة الانستجرام متاعكم أو إلى قناة اليوتيوب الخاصة بكم نفس الشي تضغط عليها وهو يتحول بك إلى قناتك في اليوتيوب كما تشوفوا أنا عندي ثلاثة قنوات في اليوتيوب لذلك نجم تختار أي قناة منهم مثلا نختار قناة متاعي هذه اللي هي قناة أسرار عامة نضغط عليها نعمل سماح للتيك توك باش أعمل ربط مع اليوتيوب سماح وهنا أصدقائي كما تشوفوا أعمل ربط مع قناة أسرار عامة في اليوتيوب طوى أصدقائي نرجو إلى الحساب متاعنا وتشوفوا هنا أصدقائي بعد ما تحولت لصفحة متاعي الضافة للعلامة اليوتيوب لهنا كما كادين تشوفوا والضافة زادة الوصف منشأ محتوى على اليوتيوب كما كادين تشوفوا وكان ننزل أنا مثلا على اليوتيوب هو مش تحول ديراكت إلى قناتي أسرار عامة نفس الشيء أصدقائي كان أنتم حتيتوا الانستجرام تضغطوا على الانستجرام أو الشعار متاع الانستجرام ومش تحول بكم إلى منصة الانستجرام لخاصة بكم وهذا كل شيء أصدقائي في الحلقة متاعي اليوم وهذا هو الفرق بين الحساب الاحترافي والحساب العادي وهنا بالنسبة إذا كان شخص عنده حساب من قبل وفماش حتى مشكلة ينجم يدخل هنا من فوق وهذه الهناء ويدخل لإعدادات الخصوصية ومن بعد قلنا يمشي إلى إدارة الحساب من هنا ويمشي الهناء تبديل إلى حساب تجاري كما تشوفوا احنا هنا لدينا حساب شخصي مع أنت احنا نجمه طوام بدلوه إلى حساب شخصي لكن احنا عملنا حساب تجاري انتم ما بتبيعه مش تلقوه تبديل إلى حساب تجاري تضغطوا علىها وتعملوا الخطوات هذية وتبدلوه إلى حساب تجاري وبالطريقة هذية الحساب المتاعكم تنجم وتربحوا منها في المستقبل وإلا تنجم وتربحوا منها حتى تتوى هذائي مش نشرحوه في قناتنا كما قلنا هيكم في قسم التيك دوك على قناتنا إن شاء الله وهنا أصدقائي وصلنا إلى آخر الحلقة ومبقائنا كان نقول لكم إلى اللقاء ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس بيش يصلكم جديد إن شاء الله وبإذن الله ثم فيديوهات جديدة على منصة التيك دوك مش يجيكم في القريب العاجل إلى اللقاء